في صحراء ميدي بمحافظة حجة تحصر هذه المواشي بين عشرات الأمتار للرعي دون الخروج أو تعدي المناطق المحظورة التي قيدتها ميليشيا الحوثي بأدوات الموت من الألغام والمتفجرات التي زرعتها في كل جانب وتسببت في نفوق المئات من المواشي وليست ميدي إلا نموذجا لكثير من المناطق والمدن التي حاصرتها وقتلتها ألغام الحوثي على امتدادها ومع قدوم عيد الأفحى المبارك والذي يعد موسما لبيع الأضاحي يشكم ربو الماشية في المناطق الريفية من عدم استضاعتهم الذهاب إلى الأسواق لبيع مواشيهم نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل الحوثيين والألغام المتفونة في الطرقات المؤدية إلى المدن وواقع الحال لديهم يقول أن حياتهم تحولت إلى فصول من الحصار منذ ثماني سنوات معنا مواسم من الحج للحج الظريم ونبيع في المدن ونبيع كذا الآن أصبحنا ماشي عندنا مدن ومعنا أملك أكثر عن ثلاثمائة راس من المواشي وصبحنا بلا سوق نبغى نسوق ونبغى نبيع مواشينا يعني أصبحنا محتارين ما بيدينا حيلة ولا نبلك شيء عنه خلف المواشي حقنا وين نوديها ما فيش أسواق معنا حق المنبيع ونتصرف منها أولادنا معنا ماذا بحنا وأكلنا منها ما سكنا كذا أكثر أربع سنوات الآن ما فيش شوق لها يمتلك هذا الرجل أكثر من مئتي رأس من الماعز لكنه أصبح فقيرا ويبحث عن المساعدات الإنسانية لتأمين قوت أسرته اليومية مؤكدا عدم قدرته على بيعها في الأسواق أو صعوبة وصول طالبي الأضاحي إليه نتيجة الألغام التي تشكل كابوسا يؤرق ويهدد الرعاة في ظل تزايد أعداد الضحايا نحن نحن في بداية صورة ونحن في تربية المواشي ومصدر القناة تربية المواشي ولذلك نعتمد على المواشي في المناطق والقراء كلها ولذلك لنستطيع الذهاب إلى الأسواق في منطقة محصورة فالكبش الذي كان يبتع بـ 150 ألف الآن ما يسويش حتى 30 ألف ولا حدي وكما ترون كباشة أربع من سنة ما بتبتعيش حتى 30 ألف هذا الحصار في المناطق الريفية تسبب في ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل قياسي خلال موسم العيد وخصوصا في صنعاء وعدن وتعز تزامنا مع ارتفاع أسعار الأعلاف والركود الاقتصادية في البلد المنهك بالحرب الدائرة ودخلت عامها الثامن ناهيك عن الحصار والألغام التي حالت دون قدرة الرعاة والمزارعين على تسويق منتجاتهم ومواشيهم إلى المدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر